وصلت بعض التسريبات من الاجتماع الإطار التنسيقي فأعتقد ربما اثنين من الرعيل الأول الخط الأول أعتقد انسحبوا من سباق الترشيح إلى رئاسة الوزراء ربما هذا الموضوع ما هذه الشخصيات التي تتحدث عنها إذا كنت تملك المعلومات الكافية سيد سرمد؟ والله أنا دائما أقول يقال بأنه لا يوجد شيء ثابت لكن أعتقد السيد هادي العامري أكد انسحابه والسيد المالكي أيضا أعتقد سينسحب من هذا ليس بجديد سيد سرمد ليس كذلك؟ لا 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 أنت تصوري ليس بجديد لكن هو كان يدور في هذه الحلقات وشيء موجود يعني كان مشكلة أكد بين الخط الأول لمثل المالكي والسيد العامري وسيد العبادي وسيد المالكي والخط الثاني اللي يمثلوه جمعة الرعيل الثاني من الأحزاب الإسلامية أو الأحزاب الأخرى لذلك أعتقد أنهم سيتجهون إلى الاختيار من الخط الثاني ربما قد يتم الاتفاق اليوم على اسم رئيس الزراء لكنه سوف لن يعلن أعتقد إلا إلى يوم الخميس بانتظار ما سيقول إليه اجتماع السيدين بافل طالباني والسيد مسعود برزاني اليوم اجتمعوا في صلاح الدين ولو أنا أشك في أن يصل إلى نتائج الموضوع كله مصالح بالمناسبة كل هاي القضية اللي نتكلم بيها كلها قضية مصالح وأنا أعتقد بأنه الشعب آخر همومهم هذا وقع حال يعني أنا أعتذر بأنه أقول هاي الكلمة لكن أعتقد بأنه الشعب هو آخر هم ما يجري والدليل أنه عشرة أشهر تقريبا رح يمضي إنه على إجراء انتخابات ولحد الآن ماكو أي نتيجة ولا هم يعني يكون مثل عراقي لا أرحمك ولا خلي رحمة الله تنزل لا الحكومة دي خلوها تمشي أمور الأعمال أمور الشعب على أتبار حكومة تصيف أعمال ولا هم دي يختارون رئيس الزراء وحكومة ونخلص منها القصة هذه اللي صارت يعني قصة تشبه بقصص عنتر وغيره وغيره هاي القصص الطويلة اللي بيها ألف صفحة وقصص ألف ليلة وليلة اشتركوا في القناة